أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن القمة العربية بالجزائر تكتسب أهمية خاصة حيث تعقد بعد انقطاع دام لثلاث سنوات منذ قمة تونس 2019 وأضاف العسومي أن القمة هي بداية لمرحلة جديدة من التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها الأمة العربية